السلام عليكم مرحبا بكم في القناة نتمنى تكونوا على خير سمحوا لي بزاف تعطلت عليكم كانت الظروف صحية اليوم غادي نشوفوا ان شاء الله دانيم بالخضر يجوا جد رائعين وزوينين الرمضان ان شاء الله وعواش لكم بروكة بدا ونشوفوا داب المقادير والطريقة بتحضير بالنسبة المقادير غادي تلقاهم في صندوق الوصف سوف نحتاج المعدنوس البصلان قطعة مشلدة سويا سوس وزيتون اخضر بطاطا مقطعة جوليان جزر كذلك مقطع جوليان القرعة خضر مقطع جوليان فرماج والشعرية الصينية عندي بالنسبة التوابل عندي شوية دي اللي بزار عندي هنا توابل مكسيكية لما عندكم شمكلكم تستعملوا فقط شوية دي اللي البابريكا وشوية دي الحار ونحتاج البودرة التوم والملحة على حسب الضوء بالنسبة الملحة من كترش لاحقاش غا يكون عندنا زيتون والفرماج والصوي سوس كيكونوا مالحين كنا اخذوا مقلاو نسخنوا فيها شوية دي الزيت ونضيفوا لها البصلة ونخليوها حتى الدبال لنا شوية من بعد ما كتدبال لنا غاندي نضيفوا البطاطا وغادي نخليوها حتى الطيب لنا يعني مع التحرك باش ما حيس كتبدا شوية تلسق كم دو نحركو حتى كالطيب لنا كنضيفوا الجزار مراها ونخلطو وغنضيفوا القرعة الخضراء كذلك ونخلطو ونخليهم يطيبوا شوية ما نخليهم شي طيبوا يعني حتى يدبالوا لنا يعني سفي يدبالوا بزاف لا من الاحسن نتخليوهم شي شوية كيبقاو شي شوية شي شوية قاسحين كيجيوا احسنا كاكف الهادليني كنضيفوا السوي سوس ونخلطوهم جيدا ونضيفوا التوابيل الليبزار والتوابيل المكسيكية وكذلك بودرة التوم بالنسبة للملحة ما ضفتهاش هنا حتى نلخار ونضوق ونشوف واش نقص عن الملحة ولا لا ونضيفوا الزيتون الأخضر للمقطع دوائر والمعدنوس واخر حاجة غدي نضيفوا الشعرية الصينية اللي سبق لي وكبيت عليها المسخون حتى تلقات شوية ما كنخليوهاش بزاف ونضيفها هنا ونخلطها واحد حتى تخلطيها مع المكونات كاملين ونحيدوهم من العافية ونخلطي الحشوة حتى تبرد ونضيفوا لها الجبن ونخلطهم جيدا ونخلطهم جيدا بالنسبة للورقة كنستعمل هاد الورقة كنلقاوها عند المحلات الأسيوية لان ما عندناش الورقة بحل الورقات المغرب ونحتاجوا شوية دير للطحين والماء باش غدي نسد طريقة باش كنعمر هاد الانيم بالنسبة لهاد الورقة هما دايرين الصورة الطريقة كيفاش تدير يعني ساهلة لانهما لشكل مور ببعث ونضيفوا بهذه الطريقة كما تشاهدو ونستمر بنفس الطريقة حتى نعمر هاد الانيم كامل بالنسبة للطياب ممكن لكم تقليهم كما قليتهم أو ممكن لكم تعملهم في الفران كما تدهنوهم اما بالزيت او بشوية لازبدة ودخلهم بالفران حتى يتحمروا او تكتافي وتقليهم كي بقى لكم الاختيار ونستمر بنفس الطريقة 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 شكرا